السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزات الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان اللي بديتها معكم من أول يوم في رمضان واليوم إن شاء الله اليوم التاسع من رمضان اللي كنتمنى أنه يكون دايز لكم باخر وعلى خير بتكونوا في صحة جيدة وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو إذن اليوم إن شاء الله غد نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب التاسع من صورة النساء إذن دخلنا في صورة النساء من بعد ما قرنا صورة البقرة وكذلك صورة آل عمران إذن كل حزب نقرأ منه فقط الثمن الأول إذن مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نساين اهدنا الصراط المسقيم سراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملك تيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بادي الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطي منكم طولا أن ينجح المحصنات المؤمنات فمما ملك تيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات نخذان فإذا أحسن فإن ناتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوه ميلا عظيما ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم هذه كانت قراءتي للثمن الأول في الحزب التاسع من صورة النساء من القرآن الكريم أتمنى أن تكون قراءتي استحسنت مسامعكم ادعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس كي ينسى لكم كل جديد القناة بالنسبة للتلاميذ مرحبا بكم ستجدون كل الفروض والدروس والامتحانات الإشهادية هنا في القناة ادعموا القناة بمشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم وصديقاتكم لكي تعم الفائدة إن شاء الله كنت معكم أنا الأستاذ محمد الوخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته